ترجعات حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام وتقص معتدل في أغلب المناطق وأجواء لطيفة ليلاً والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير إذن تبقى الأجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة في هذه الليلة كما نشاهد من خلائط درجات الحرارة تبقى الأجواء لطيفة في معظم المناطق هناك انخفاض بسيط مع يوم الغد لتكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام لتعاود ارتفاحها مع يوم الخميس لتكون أعلى من معدلاتها بشكل بسيط وتكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق أما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة عمان فتكون الأجواء صافية درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 14 كم في الساعة أما فيما يخص الثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان فدرجات الحرارة كما نشاهد يوم الأربعاء نهاراً 27 درجة مئوية ارتفاع بسيط يوم الخميس لتصل إلى 28 درجة ويوم الجمعة ارتفاع آخر لتصل إلى 30 درجة في ساعة النهار أما في ساعة الليل من 19 إلى 21 لتصل إلى 23 في ليلة يوم الجمعة ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد نبدأها شمالا من إربل 30 إلى 21 في المفرق 29 إلى 18 في جرس 30 إلى 20 درجة مئوية وفي عجلون من 29 إلى 19 درجة في ساعات الليل في العاصمة عمان 27 إلى 19 زرقاء 30 إلى 19 في البلقاء 28 إلى 20 مادبة 27 إلى 20 درجة مئوية وفي البحر الميت أجواء حارة نسبيا 36 إلى 27 درجة مئوية في الكرك 28 إلى 20 في الطفيلة 27 إلى 20 في معان 30 إلى 18 في جبال الشرار 25 إلى 17 وفي العاقبة 38 إلى 26 درجة مئوية في المناطق الشرقية رويشد 31 إلى 17 في الصفاوة 32 إلى 19 وأخيرا في الأزرق 33 إلى 19 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله نشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري المهنية للمشاهدة